وزير المالية أعلن مبارح عن تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال عام 2024 وده بيتفق مع جهود الدولة في طرح مبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية الهدفة للارتقاء بالأوضاع المعاشية للناس يا رب يعني بوشة خير مع السنة الجديدة يحصل تحسن الأجور للعاملين بالدولة إيه تأثير ده الإيجابي طبعا عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن كيفية التحسن الخاص بالأجور للعاملين والعمال مع الأستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال اللي منورنا ومشرفنا في استوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير على حضرتك فأنا صباح الخير وكل سلامة طيبين وكل مصر طيبة وكل عمال مصر بخير يا رب حضرتك بألف خير وسلامة نبدأ بالإعلان الخاص لوزير الماليين و2024 هتشهد تحسن في الأجور الخاصة بالعاملين للدولة بالتأكيد يعني الدولة حطة في خطتها مسألة تحسين الأجور كأولوية أولى بالنسبة للعملين رغم التحديات الاقتصادية اللي بتواجهها الدولة لكن يمكن طولة 3 سنوات أو 4 سنوات الماضية وهي مصرة على مسألة سواء تحريك الحد الأدنى الأجور أو زيادة علوات أو بعض المخصصات المالية الأخرى يعني عندك النهاردة مثلا أول يوم في السنة احنا عندنا أكتر من زيادة في المرتبات يعني عندنا مثلا بالنسبة للقطاع الخاص هيتم تطبيق الحد الأدنى الأجور اللي هو 3500 جنيه بعد أن كان 3000 النهاردة برضو هيتم إقرار صرف العلاوة الدورية اللي عاملين في القطاع الخاص وقدرها 3% من الأجر التأميني وبحد أدنى 200 جنيه عندنا كمان أصحاب المعاشات الحد الأدنى للمعاشات والحد الأقصى بتحرك النهاردة يعني الحد الأدنى كان 1150 النهاردة تحول إلى 1300 جنيه وكذلك بالنسبة للحد الأقصى للأجور يعني مع بداية العام هناك تحرك في أكثر من تحرك للمسألة عندنا برضو المفروض في تحركات أخرى خلال الفترة اللي جاي أو خلال مرحلة يعني احنا عندنا مثلا العلاوة الدورية بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة أو بعض المؤسسات الاقتصادية اللي هي بتبقى في شهر 7 بتتقبض مع مرتب شهر 7 عندنا كمان تحرك في المعاشات اللي هي بتبقى اللي هي العلاوة السنوية اللي هي بتبقى عبارة تبقى لقانون 148 بتبقى 15% برضو بتصرف في شهر 7 ده بالإضافة إلى بعض الحاجات الأخرى بقى اللي بتخصصها الدولة بتبقى للظروف أو الإمكانيات أو يعني هل في تحركات أسعار حصلت ولا لأ دي بتبقى بقرار من الرئيس شخصيا طيب احنا لا يخف على أحد الموجة التضخمية غير المسبوقة اللي موجودة في العالم كله بالتبعية طبعا موجودة عندنا أو لمسناها أو لمتنا أسارها عندنا في مصر لما نقول إن في زيادات في المرتبات ده الهدف منه يعني سد الفجوة أو محاولة سد الفجوة أو محاولة التقليل من أثار الموجة التضخمية اللي موجودة دي بالتأكيد الهدف من بعض الحوافز أو بعض المسائل المالية اللي بتصرف هو الهدف منها تقليل يعني تداعيات الأزمات التضخم وخلافه يعني الدولة بتحاول كل ما يحصل يعني بعض التحديات الاقتصادية بتحاول تدخل رغم زي ما قلت رغم ظروفها برضو إن يعني التحديات الاقتصادية دي مش بتواجه للناس بس بتواجه الدولة أيضا يعني ومع ذلك الدولة لا تتخلى عن الناس بدليل إن إحنا يمكن إحنا شوفنا خلال 3-4 سنة اللي فاتو لحد الأدنى الأجور يعني يعني اتحرك سبع مرات تقريبا يعني من 1200 جنيه النهاردة الـ 4000 جنيه فهتلاقي سبع مرات وتحرك وده بيكلف الدولة برضو مبلغ كبيرة جدا لكن الدولة دايما بتحب توقف مع الناس وبتحب تسندهم أو العمال يعني بتحب تسندهم في التحديات اللي بتقابلهم آه ممكن ما يبقاش المبلغ بالشكل اللي هو القوي اللي هو يقدر يواجه لكن إحنا عندنا للأسف الأزمة الأزمة يعني أو التحديات الاقتصادية اللي موجودة مقسومة شقين شق نتيجة التدعيات العالمية أو الأزمات العالمية والشق التاني بعض جاشع بعض التجار داني مفروض نواجهه بشكل مباشر هو ده يعني بالتأكيد لو إحنا قدرنا يعني سواء من خلال الأشخاص نفسهم أو المجتمع المدني أو 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 خلافه بالتأكيد هنقدر يعني الزيادات المالية اللي بتحصل ديه هتؤثر إيجابيا بصالح المواطن بشكل كبير حتى أنا قريب كان دكتور مصطفى مدبولي أعلن أنه فيه سلع معينة أو ست سلع سبع سلع سبع سلع هيتم تحديد سعرها لازم سعر بشكل معلن هو الفترة اللي بحصلش تلاعب بحصلش أي نوع من التلاعب بالأسعار لهذه السلع الأساسية طيب آآ فالفين تلاتة وعشرين آآ مبلغ ما تم إنفاقه آآ حوالي متين وعشرة مليار آآ جنيه فيما يتعلق بالأجور الخاصة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات شايف الرقمنا ازاي؟ والله أنا شايفه بص يعني إحنا لو رجعنا شوية مثلا في الفين وعاشرة وحداشرة واثناشرة كنت هتلاقي آآ أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة يرسله ويمكن في بعض كان بتطلع أحيانا بعض المقولات يقولوا إن العاملين في الجهاز الإداري للدولة يستحقوا الزكايا يستحقوا مش عارفة وكانوا محل بجد يعني الناس كانت آآ بيصعب عليها للناس اللي شايفتها في المصارف الحلال للزكاية آآ فالنهاردة لما تشوف العاملين في الجهاز الإداري للدولة الحد الأدنى للأجر بتاعه أربعة تلاف جنيه وفي المقابل الحد الأدنى للأجر في الخطاع الخاص تلات تلاف وخمسون جنيه يعني ده بالإضافة لإيه لأن الدولة كمان عملت لكل درجة وظيفية حد أدنى للأجور وبالتالي بقى كل يعني كل درجة وظيفية بقى ليها حد أدنى للأجر مختلف يعني اللي بقى يعني النهاردة ممكن تلاقي الحد الأدنى للأجور بالنسبة لجهاز الإداري للدولة أربعة تلاف جنيه والحد الأدنى للدرجات العليا تسعة تلاف جنيه وده ممكن ما تلاقوهش في القطاع الخاص فالناس النهاردة حتى اللي شاكلين أو جزء كبير من الشاكلين في القطاع الخاص بيتمنوا أنه هم يبقوا في الجهاز الإداري للدولة وده طبعا إحنا بنعتبر نقلة لصالح العملين في الجهاز الإداري للدولة بشكل كبير جدا يعني أكيد ولا يخفى لأحد الرعاية اللي بتقدمها للدولة للعملين في القطاع الخاص وفي القطاع العام لاتنين في نفس الوقت وإحنا اتكلمنا أو حضرتك أشرت لنقطة تطبيق الحد الأدنى للأجور حتى في القطاع الخاص بيتاكير طيب إحنا لما نيجي نقول إن إحنا شايفين إن في ضغوط موجودة وإن شايفين إن في ارتفاع في الأسعار عالمي موجود الهدف من الزيادات دي تطبيق نوع من أنواع الدعم تطبيق نوع من أنواع العدالة الاجتماعية إنها تبقى موجودة والدولة بتقف جنب المواطنين أيا كان بقى في القطاع العام أو في القطاع الخاص شوفوا إحنا مش عايزين نصدر المشكلة للدولة الوحدة يعني الدولة بتحاول جاهدة رغم التحديات الاقتصادية اللي بتواجهها بتحاول تقف جنب العامل وبتزاود الحد الأدنى أو بتضخ بعض الحاجات المالية يعني لمساندة الناس لكن يجب إن إحنا كلنا كمجتمع نتحرك تجاه هذه الزيادات بمعنى يعني مسألة الزيادات الغير مبررة في كثير من السلع يجب إن إحنا كمان يعني سواء بحملات شعبية أو كمان المجتمع المدني لابد إنه يتحرك ويواجه هذه أو يدعم المواطنين في مواجهة هذه الزيادات الحاجة الثالثة برضو لازم الغرف التجارية يكون لها دور مهم من خلال المرحلة اللي جاية وإحنا برضو يعني الغرف التجارية فيها ناس مطنيين كتار ولازم يساعدوا الدولة في المرحلة دي ويقفوا ويعلنوا أسعار ويبقى ليهم دور مهم في المسألة يعني فكرة إن إحنا نصدر مسألة التحديات الاقتصادية للدولة فقط أنا أعتقد دي بظلم للدولة كلام مهم يعني إزاي أواجه جشعة تجار والتلاعب غير المبرر في أسعار بعض السلع اللي هو للأسف يزيد من العباء على المواطنين الدين يا فندم خطة كده أبتدي إزاي يعني ضربة البداية تكون إزاي عشان أواجه زيادة هذه الأسعار وبالتالي ما يتم رفعه من دخول للعملين بالدولة أو أصحاب المعاشات يعني يكون على قد الحال شوية تقضي الاحتياجات الخاصة لأسر مصرية يمكن رئيس الوزراء أعلن من كم يوم إنه هو فيه سبع سلع رئيسية هيتم الإعلان عن أسعارها دي بداية مهمة جدا يجب كمان على الغرف التجارية إنها تستكمل ده وتحط كمان وتتفق مع التجار على إنه يبقى فيه سلع محددة أسعار محددة لبقية السلع عشان خاطر يعني أعتقد إن ده دورهم وده مهم يعني إنهم عشان خاطر نخف على المواطن المجتمع المدني لابد إنه هو يوعى المواطنين وإنه هو يعمل يعني زي حاجات توعية كده بمسألة إن المواطن يشتري إيه وما يشتريش إيه والكلام ده كله يجب الوعي كمان بتاع المواطن نفسه يبقى عارف إن الراجل اللي هو بيغلي الأسعار يعني إحنا للأسف بنلاقي السلعة الواحدة سعرها هنا سعر وهنا سعر وهنا شرع واحد كلام سليم يجب إن الناس كمان تتحرك في المسألة جيه وما تشتريش من الراجل للسلعة وما تستسهلش ولازم يبقى فيه حركة تجاه مواجهة ده من الناس نفسها الناس لو قدرت تتحرك وتاخد قرارات إنها تشتري من ده أو متشتريش من ده ويعني ويوعوا بعض وينشروا إن ده سعره أرخص لابد إن كمان التاجر يحس بوعي المواطن عشان خاطر يعني حتى ما يقدرش إنه هو يزود بالشكل المبالغ فيه اللي موجود دلوقتي يعني إحنا والله الواحد بيشوف حاجات يعني يعني بجد مش عارف فيه إيه يعني الناس دي إزاي بتستحل ده أو بتعمل ده وفي المقابل فيه ناس محترمة جدا وفيه ناس بتعمل جدا وبتخاف جدا وبتقدم خدمات للمواطن بشكل جيد ورغم أصل جهود الدولة الوحدة في مسألة بعض المنافذ وبعض البتاعة مش مكاف إحنا 110 مليون وال110 مليون دول احتياجاتهم كتير وإحنا كمان للأسف إحنا 90% من أسواقنا في الشارع فالرقابة تبقى صعبة جدا على الأسواق لإن أنت هتمش ورامين وإن أنت محتاج جهاز إداري فوق الجهاز الإداري عشان تقدر ترائب السلع اللي في الشارع فلازم وعي المواطنين والمجتمع المدني يبقى لهم دور خلال مرحلة الجيئة بشكل جيد واحد من الحاجات اللي الدولة بتشتغل عليها رفع الوعي في الإنفاق العام يعني ترشيد الإنفاق العام وإعادة استخدام النقاط اللي المفروض يتم فيها الإنفاق العام لو استخدمنا المصطلح وقالنا إيه هو الإنفاق العام الإنفاق العام اللي هو الصرف على كل الخدمات اللي موجودة في المجتمع يعني ما تنفقه الدولة على كل المشروعات والخدمات المتاحة حكاية برق بالفعل في ظل التحديات اللي احنا بنواجهها نتيجة اللي حصل عالميا محتاج ان احنا نعيد تفكيرنا ونعيد توظيف داخلنا للقاومة بحيث انه هو يعني ايه يناسب المرحلة ويناسب التحديات اللي موجودة في هذه المرحلة فمش معقولة ان انا وانا في ظل يعني الامور كانت كويسة وما فيش تحديات اقتصادية ده لها طريقة صرف وفي ظل التحديات الاقتصادية في ظرف اخر وبالتالي احنا لازم نساير الظروف الاقتصادية اللي هي المحيطة بنا فكرة الترشيد الترشيد الحكومي دي فكرة مهمة جدا وبتطرحها الحكومة من وقت الاخر ان احنا بنقدم النموذج اللي يجب ان يحتذا فيه الترشيد الانفاق بالتأكيد واحنا محتاجين يعني اعادة النظر في الحد الاقصى للاجور مرة تانية خاصة في ظل هزيل يعني امكان يعني مسألة اعادة النظر في الحد الاقصى للاجور وانه هو تضخم خلال الفترة دي محتاجين اعادة النظر فيه لصالح الحد الادنى للاجور عشان خاطر ايه يبقى فيه توازن في المجتمع بشكل ايجابي طيب في حاجة اسمها فقه الاولويات لما نيجي نحدد الاولويات في الانفاق العام ده حينعكس ازاي على جودة حياة الموت احنا احنا محتاجين في الانفاق العام ان احنا نهتم خلال الفترة اللي جاية بالصناعة بشكل كبير جدا ان احنا نبني مصانع مش احنا كدولة يعني ان احنا نسهل لان يعني نعمل خدمات كتير لتسهيل اقامة مشروعات اقتصادية لنحس القطاع الخاص بعض المميزات للمستثمرين اللي جون برا ان احنا كمان في الانفاق العام ان احنا نهتم بمسألة الصحة والتعليم بشكل اكبر مشروع التأمين الصحي وان احنا كن بنشوف الرئيس دايما يحس على مسألة قانون مشروع التأمين الصحي الجديد ان لابد يعني عدد المستفيدين منه يبقى اكتر بشكل كبير يمكن الرئيس يمكن برضو في الفترة اللي فاتت كان بيدعو لانشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة ويبقى اسمه صندوق طوارئ للعمال غير المنتظمة الهدف منه ان هو مساعدة هذه الفئات من المجتمع يمكن فيه خدم المفروض فيه خدمات كتير تقدم للمجتمع خلال الفترة اللي جاية ناخد من يعني بحيث ان احنا يعني نخفف من على عبء من على كاهل المواطن بعض الاحمال وان احنا من خلال الانفاق العام يعني مسألة تأمين الصحة ده مهم جدا مسألة ان احنا نهتم بالفئات اللي هي الاقل دخلا ده مهم جدا وانحنا شفنا خطوات مهم جدا يعني الى جانب مثلا زيادة معدل الأداء مثلا احنا شفنا السنة اللي فاتت حافز الأداء لكدر مهم جدا هو التربية والتعليم المعلمين التعليم كانت لكين ألف معلم الترسيل ألف معلم الأزهر كمان المعلم الأزهر وغيره وده مهم جدا معدلات او رفع حوافز الأداء الى جانب ده كمان في الفئات الاكثر احتياجا يعني يعني ازي المظلة الاجتماعية هنا لهؤلاء الناس اللي هم بيكونوا محتاجين جدا لا ده نقول لك على حاجة الدولة عملت قانونين مهمين جدا لصالح المواطن هتدفع فيهم فليس كتير زي مثلا قانون التأمين الصحي الجديد في قانون التأمين الصحي الجديد القانون بينص على كل من يحمل الجنسية المصرية هيكون تحت مظلة هذا القانون وأن الدولة سوف تتحمل قيمة اشتراك غير القادرين يعني غير القادر الدولة هتدفع له في قانون التأمين الاجتماعي بالنسبة لعمالة غير المنتظمة أن العامل هيدفع قيمة اشتراكه بس وأن الخزانة العامة للدولة سوف تتحمل قيمة الشرق ساحب العام وده هيبقى مكلف للدولة وبالتالي هذا الإنفاق العام بيجي من هنا يروح برضه لصالح المواطن من هنا تاني يعني فيه أمور كثيرة بتتم خلال لصالح المواطن خلال المرحلة اللي فات واللي جاي بالتأكيد هتشيل عند المواطن جديد والقانونين دولة احنا بنسميه وفي عرفنا هم قوانين الساتر الاجتماعي يعني ايه قوانين الساتر الاجتماعي الساتر الاجتماعي عندنا مثلا العامل اللي هو العمالة الغير المنتظمةها بيبقى بيشتغل بصحته وبيبقى بيكسب كويس وراجل معلم وبتاع لكن لو تحرض لأزمة صحية لقدر الله للأسف بتحول إلى متسول لأن لا يوجد له تأمين صحي بيتعالج به ولا تأمين اجتماعي معاش مرحليا احنا بنطبق خطة التأمين الصحي الشامل اه الدولة النهاردة عملت له ان هو يقدر يتعالج ببلاش من خلال قانون التأمين الصحي الجديد وكمان ان هو في حياته يقدر يروح التأمينات الاجتماعية امن على نفسه ويدفع قيمة اشتراكه بس في التأمينات والدولة هتدفع له قيمة اشتراك صحي بالعمل يبقى كده وفرت له ان هو يقدر يبقى عنده معاش ووفرت له كمان ان هو يقدر يتعالج لقدر الله لو تعرب لأزمة وده كان موضوع مهم جدا بالنسبة للناس اكيد يعني نتعشم ان شاء الله عشرين اربعة وعشرين بمجموعة القرارات وحزمة القرارات الجديدة تكون افضل ويتم التخفيف عن كهر المواطن في الفترة القادمة كل شكرا لك الأستاذة مجد البدوي نائب رئيس الاتحاد العمال نورتنا اهلا بك شكرا بكم بنشكر حضرتك نورتنا وشرفتنا